تعليم القاهرة تبدأ فعاليات أوتوبيس الدعم النفسي تحت شعار معا نحو بيئة عمل إيجابية عقد توجيه عام التربية النفسية بمدرية التربية والتعليم بالقاهرة أولى ندوات أوتوبيس الدعم النفسي تحت شعار معا نحو بيئة عمل إيجابية وذلك لدعم الصحة النفسية للعاملين بالمحافظة والمناطق والأحياء التابعة لها وذلك في إطار التعاون المشترك مع وحدة حقوق الإنسان وأكدت عزم حمد سليمان موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التي يتم تنظيمها لتقديم الرعاية والحماية للعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف دكتورة عزم حمد سليمان موجه عام تربية نفسية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بنرحب بحركة فنم على شاشة قناة مدرستنا 3 أهلاً وسهلاً يا سلام أهلاً وسهلاً بداية لو ممكن تعرفين على فعاليات أوتوبيس الدعم النفسي والهدف منها هو أوتوبيس الدعم النفسي دي مش أول لقاء هو أول لقاء داخل محافظة القاهرة لكن إحنا بديئين الأوتوبيس ده من شهر بداية من شهر 12 انطلق الأوتوبيس والهدف من الأوتوبيس ده تقديم الدعم النفسي لكافة العاملين في مجال التربية والتعليم من طلاب ومدرسين وأولياء أمور بننزل الأماكن يمكن بداية الأوتوبيس كنا مستهدفين المناطق اللي هي بدائلة العشوائيات وفقاً لخطة الدولة عشرين وثلاثين وطبعاً توجهات الرئيس بالاهتمام بالمناطق العشوائية بحيث أن نحن نبقى يعني غيرنا التغيير الكامل اللي هو التغيير المادي والتغيير في بناء الإنسان نفسه أو تلوكياته فبدأنا فعلاً كانت أولى اللقاءات بتاعتنا داخل المدارس كانت دارة سيدة زينة في روضة السيدة ونزلنا إحدى المدارس الموجودة في المنطقة دي وعملنا بعض الأنشطة التربوية للطلاب وعملنا لقاء مع أولياء الأمور استهدفت فيه تعرفهم إزاي يتعاملوا مع المشكلات اللي بتواجههم مع أولادهم إزاي ربه صح إزاي يبقى عندهم رعاية ذاتية لذاتهم علشان يقدروا يقاوموا ضغوط المشكلات اللي بتواجههم وما يأثرش ده على الأولاد بعد كده انتقلنا وروحنا تحية مصر في إقدارة المؤطم ويمكملين إن شاء الله لنهاية العام الدراسي وفي الأجازة بس إحنا الفترة دي حضرتك عارك إنها فترة امتحانات صحيح فكان من ضمن الناس اللي كانت دعيمة لنا وحدة فولنسان في المحافظة ولما عرضنا الفكرة عجبتهم جداً فطلبوا مننا إن إحنا عايزين نعمل ده للعملين بقى داخل المحافظة والأحياء بما إنهم دول برضو أمهات ودول أولياء أمور وعضوه في المجتمع فلازم نقدم له الخدمة صحيح فكانت بداية اللقاء اللي هو كان يوم الاثنين والثلاثة اللي فاته فبدأنا في المبنى الرئيسي بتاع محافظة القاهرة وتم تجميع عدد من الأحياء وإن شاء الله مكملين في سلسلة من ندوات في الأحياء هو اللي عايز أليك بعد ما حضرتك قلت ما تم مناقشته خلال الندوة ما هي خدمات الدعم النفسي اللي حرارك قلت عليها برضو اللي عاملين تكلمين عليها بالتفصيل وسلسلة الندوات هتكمل في النصف الثاني من العام آه إن شاء الله طبعا مكملين إحنا يمكن اللقاء ده استهدفنا بيه أولا نعرفهم بمركز الدعم والإرشاد النفس اللي موجودة لأن مازال برضو في ناس كتير ما تعرفش إن الخدمة دي بتقدم مجانا ولا تعرف الأماكن فبدأنا نوهي الأماكن دي موجودة فين والخدمات اللي احنا بنقدمها إيه الجزء الثاني بقى تطرقتها لأخطاء التفكير وماذا تأثيرها على الصحة النفسية وماذا تأثيرها على علاقتنا مع بعض داخل العمل وكمان على علاقتنا مع أولادنا وأسلوب تربيتنا نتيجة أخطاء التفكير اللي عندنا تطرقنا كمان في اللقاء ده إزاي الفرض يعمل رعاية ذاتية لنفسه وإزاي يشعر بالسعادة ويغير نمط تفكيره وتأثير ده عليها يبقى إيه وقدمنا بعض الأنشطة الترفيهية والألعاب التربوية للشضور علشان يبدأ يبقى عنده وعي بذاته ويعرف هو محتاج إيه ومحتاج يشتغل على نفسه في إيه وإن نقاط الإيجابية اللي موجودة عنده إن شاء الله مكملين يعني إحنا إن شاء الله مكملين تمام دكتورة عزة محمد سليمان موجهة تربية نفسية بمديرياتي التربية والتعليم بالقاهرة بنشكر حضرتك على هذه المداخلة